اشتركوا في القناة واني تترجع منا تشعر الفرق بين كازا وبين مدينة الرغم شعلا انا اضع على الفيستيفال السينما وليكن قبل انا اعجوش ديلة الكمنتار لان انا اجبا ايه مرحبا بيون انا انا ادعوكم انا اضعوا الكمنتار انا اشتركوا الكمنتار انتظروا الان اقوت الوزيرة ماشي حرية شخصية بين قوسين ما كان اضعش على مصالح المشاركة كان اضع على القبلة حرية اللي كتدافع عليها حرام عليها وحلال عليكم اذا احترام رمضان من اللي غتفتر تستاذ وما فهمت اشنو بغي يقول هديك رمضان ما فهمت وكي اضع على الفيديو اللي كنا درناها محو الحلقة اللي فاتت على القبلة على الوزيرة والقبلة ديالها وذيك الصورة المثيرة دي الجادل احنا تندفع على الحرية ودائما تندفع على الحرية ولكن ربما تكلمت في الحلقة وقلت بان عندها مسؤولية حكومية عندها واجب ديال تحفظ بزاف مجموعة ديالاشياء الحرية احنا معها طبعا وسنضل دائما معها ولكن في سياقها في سياق معيان ماشي الحرية هي لا مسؤولية الحرية مكتعنيش لانحلال وانحلال تندويش على الوزيرة الحرية لا تعني انك متى ما عندكش الاخلاق الحرية ما كتعنيش انك متى لا مسؤول الحرية ما كتعنيش انك كتقدر تدير اي حاجة حرية وانك كتحتارم كتمارس حريتك مع احترام بعض الاشياء اللي كتكون تتفرض عليك انك تحفظ فيها سيدة وزيرة مسؤولة ما البوست ديالها ما كيسمحش لها ومنين سنختاروا اننا نكونوا في واحد ديبوست معينين او يكون عندنا واحد المنصيب معين سنعرفوا بان هذك المنصيب ارا عنده واحد شورط دياله عنده واحد المجموعة ديالاشياء كيحد لنا من الحريات ديالنا فبالتالي كانت اضبطه مع هذك المنصيب إلا كانت هي ما بغتش يكون مسؤولة ماشي تكتعى شغلة هذك ما كيعرفتها شي واحد ما غيصورها حد ما غيهضر علىها حد ما غيتكلم على حد تتمرز حريتها لانها ناكيرة منك تكون وزير او منك تكون واحد انسان معروف او مشهور او طماتيك ما هذه الدريبة دياله اصلا تماما بالنسبة لها داك شيد رمضان ان ما فهمتوش اش بغيقول تانصر حديد رمضان جاتنا ما فهمتاش دا ما تيغيب بغليش فوزة ما رمضان كل ريادة لا علاقة لا علاقة للهجباتي وما علم انه يفطر مدار حقوتيا ولي بغي يفطر يفطر ولي بغي تستري تستري ولي بغي يدير شي حاجة يديرها هذه هي بغي يكمل جملة الوصفة لا عليش الكومنتر الاخر كان هدر على قرار اللي هدرنا فعل المنعة المغنية مغربية اسماء الزرق وقال انه حتنتون المغاربة تصورون وتجولون في بلدن الاخرين والدليل في الخاليج فعلش هذا العنصرية وقالت بلما هذا العنصرية احنا نصول ونجول وتهد وكلناس يصولون ويجولون عندنا احنا ما قلناش عن سوريا اي فنان مرحبا بي احنا منفاتحين على جميع الفنانين على جميع الجنسيات على جميع التقافات ولكن من لي كتولي واحد بلد شقيق كي عاملك بواحد الرفض بانقولوش عن سوريا بواحد الكره او بواحد الرفض او بواحد هذا حتى انت خصك تتعاملوا بالمثل اما احنا مرحبا بجميع الفنانين وحنا نصول ونجول وهم يصولون ويجولون ولكن من اللي تتمنع فنانة مغربية بيدعو انها اجنبية جبتونسها العنصرية العنصرية من عندهم هما ماشي احنا اللي كنقولو عنصرين وحتى الجزائر اللي عندنا مشاكل جبتونسها الفنانين دياله مستقرين فيها ويخدموا فيها ويغنيوا فيها ومش مشكلة وعاد واحد نقطة اخرى تجاوب على هذا الكومنتر بانو احنا من اللي هدرناك ان هدرناك على الطريبة اللي يفرضوا على الفنانين احنا نخلصه ما تيجي نقولو ان الناس ما يجيوا ويخدموا عندك في البلاد وما يخلصوا واحد طريبة على سبكتاكول ديالهم ولا السهرة اللي غيديروا ويستفدوا من الفنان الى مغاربة تماما والموضوع هو تقنين وتنظيم القيطة يعني الناس ما تكونش كتدخل كتدير ما بغات وكتخرج وكتديم على اللي بغات بلا بدون حاسب اوراقي في حين ان الفنان المغربي متيمشي لش بلا صارت يخلص درائبه مسائل جاله وتنجي في قطار النيضام نحنا تنهضروه الى النيضام نحنا ما بغينا نقصي واحد نحنا المغاربة عندهم مش مشكلة دي ما ترحبوا بالنس مهرجان داخل مهرجان داخل مهرجان داخل مهرجان داخل الجميل ومهرجان عندي نتكلم عليه واحد شوية بما انني كنت حاضرة في فعاليات ديال الدورة 12 ومهرجان مصنوع بحب مصنوع بالكثير من الحب وفيه العديد من المتطوعين وفيه ناس تتشتغل لانها تتبغي ذاك المهرجان ولكن ربما حان الوقت من بعد 12 سنة انه يتطور وتعطاه امكانيات لطليق مهرجان سينيما في مدينة مهمة جدا في منطقة عندها واحد الحساسية ديالها داخل ما فيه هاتش تظاهرات تقافية أو فنية ربما من غير من غير هذه المهرجان وربما الداخلة والاقاليم الجنوبية كلها ما كانش تظاهرات كثيرة وحتى لو كانت تكون شي حاجة كان وش حالها دي توقفه فربما هذه المهرجان مازال مستمر لمدة 12 سنة تستضف فنانين تدير مستر كلاس تدير ندوات كيتفاعل مع طلبة ديال الجامعات التما مع الجمهور ديال مدينة الداخلة الجمهورتي يحتفي فعلا بالفنانين وبالأفلام المعروضة عنده مستوى جميل جدا ديال الأفلام اللي شاركت في المنافسة الرسمية باستثناء ربما هذا الدورة الأفلام القاسرة كان شوية فيها مشكيل لأول مرة المهرجان تدير واحد مشروع جميل لدعم السيناريو لدعم كتابة السيناريو بنسبة الشباب يعني فيه مجموعة من الفعالية الجيدة والجميلة ولكنه ما يزالوا تحسبيه هاوي يعني ما وصلش الواحد المرحلة ديال السيفال سينما حقيقي بواحد شكل معين ربما الإمكانية المرصودة له لا تليق بحجم الداخلة وبحجم مهرجان ديال السينما فكنتمنى أن جميع الفاعلين أو الناس اللي ممكن تسكون عندها واحد خصو دي سبونسور ربما نحن نشوف تظاهرات عادية أو مش إحتها تظاهرات يعني تبتت فستيفيتي صغورين في شي بلاسة ما عندها شي أهمية ولكن تتلقى فيها الاسبونسور تتلقى فيها الداعيمين المستشهيرين رغم أنها شي حاجة بسيطة جدا ولكن هذا مهرجان كبير في مدينة كبيرة مهمة فيه رسائل العالم أجمع البلد الشقيق أنه تديرانجيهم فش يكون مهرجان في الداخلة تديرانجيهم بزاف يعني خصو تضافر واحد مجموعة ديال العوامل أو مجموعة ديال الفعاليات تقوم بواحد تطور أكبر من هادش اللي تتقوم به خصو دعم أكبر من هادش يحصل عليه باش يرقى إلى مصاف المهرجانات الكبرى بحل علاش الله مراكش ومهرجان طانجا وربما كان شوف كينين مهرجانات صغيرة كتتعطاهم بزاف ديال الدعم ولا ماشي بزاف ديال يعني كان دعمه بزاف المهرجانات بالنسبة لي أنا شخصيا فضل يتخذوا واحد مهرجانات محسوبة على رؤوس الأصابع يكون عندك واحدة ربعا مزيانين مثلا والدعمهم بزيانات وقفهم على حقهم ومطريقهم حسن ما يولوا عندك سبين ألف وواحد ما يكون عندك بزاف هذا صغير هذا مزيان هذا ماشي تلتم هذا خصو هذه تحتاج إلى مهرجان حقيقي خاصة أنه هو الوحيد اللي بقي مستمر ربما منذ 12 سنة واحد سؤال ماشي وعن ترى التخليف فيها السينما ما فيهاش ورزازات أيضا اللي كيدروا فيها الانتاج الأجنابي ما فيهاش السينما ما كانش السينما ولكن الناس تستمتع هذا تهو مشكل تمام فعلا فعلا وخاصة أنك انتت تحتضن مهرجان ولكن رغم هدوك الإمكانيات البسيطة الناس تحتفي بيه وفرحانة بيه لأنه ربما ما عندهاش هوا مش تعطوش عنده محتاج للسينما ويتفرجوا في السينما ويشوفوا السينما طرف التقنية كت فيها مشكل ولكن الناس فرحانة وكتتحس بأنك هنا شي حاجة جديدة في المدينة ديالها وتتفاعل مع الأفلام المعروضة وكتتلقى الأفلام واحد الإقبال جماهيري كبير رغم الظروف ديال العرض ورغم التقنية اللي ما كتتتساعدش وإنما الناس كي تجيب واحد إقبال كبير ومستمتعين برؤية الفنانين وكيتصوروا معهم يعني واحد الجو جميل يحتاج لدعم أكبر باش يرقى المعروضة في الميرجانات الكبرى إن شاء الله يدعمهم وكي يكونوا واحد ربعا ديال الفيستيفال مزيانين في البلاد فاحسنم أنه شوقات الأمريكا هذا من نسبة الفيستيفال ماذا ندخلوا الماحية من هذه الهادي كثير الماحية بحسب ما قال الوزير ايتش الطالب بأنه كان مجلس مستشاري من 4 يام دابا كان قال لهم بأن الناس اللي ماتوا سبعة والتنين وشمانين واحد اللي موصع ما اللي ترغم تسمى هذا ليس أول مرة وقال لك فيتا الماحية قاتلة الماحية فيتا قاتلة قاتلة بزرد الناس هنا المشكلة الكبيرة هو أنه هذا القديم للقرابة ناس يتجب أن تكونوا من أحد اللي لا يعرفين ما تكونوا المحلوطة وكأنه ليس قانوني هنا يخرجوا الناس اللي يتجب أن لم يتجب أن تكونوا لكي لا يتجب أن يبيعوا وفي التالي المواطنين ستعرض لهم لكي لا يقع ما يتجب أن يتجب أن يشرب وفي أي حالات فأنت معنا أنا مع الناس يشرب يشرب أن هاد القوانين اللي كت كتنظم هاد القطاع ديال الخمور وديال استهلاك الكحول هي قوانين بداية جدا هذا اللي غير المسلمين يتسد في العيد يتحل تلتيام مورا رمضان هاد شي قوانين بداية جدا اليوم ستتكلموا على هاد النازل اللي وقع اليوم المشكيل اللي ما عندهم مش الإمكانية ديال انهم يشريوا من أماكن مرخص لها أو فضاءات مرخص لها في مدينته ربما وكاينة في مجموعة ديال المدن نفس نفس الإشكال هادوك الناس تايشربوا باغين يشربوا وتخلصوا بزاف ديال الفلوس ردك شير ماشي تماحي ردك ديال الصبيطار لالكل ديال الصبيطار لأنه مكينش غير متوفر ولأنه الحاجة قاعدة تكون بالتخبية وبهذا تكون دائما فيها الأتمينة طالعة وفيها بزافة لغيسك وفيها المشاكل والدولة مستفضة يعني انت عندك مؤودة تيشرب تيشرب اللهم اترخص لي اللي تيشرب ورا تيشرب واللي ما تيشرب شرا ما تيشرب ترخص لي واحد المحل يبيع الخمر بواحد شكل قانوني بضرائب دياله ومسائل دياله الدولة تتسافد منذ ضرائب ما كتمشيش للقطاع المهيكل وكتعطي لهذاك المواطن واحد المنتوج اللي هو يستوفي الشروط العادية ديال الاستهلاك يعني ما فيش خطر على صحته ما غيقتله ما غيمرضه ما غيديلي تشي حاجة لأنه في آخر المطاف الاستهلاك كين شيئنا أم أبينا ما نبقوش نغطيو الشمس بالغربال مغاربة تيشربو استهلاك ديال المغاربة كبار من استهلاك ديال الأجانب والاستاتيزتك اللي كيخرجو كل عام اكزاكتم إذا ما نبقاش نضحكو على بعضياتنا المدن الصغيرة أو الأحياء أي شيء مثلا كتلقى بعض الأحياء تقول كلها ما ديروش لهم ما ديروش لهم شراب حيث أحياء شعبية وفيها وذلك شيء هدك الحي الشعبي إلا أعطيتيه مرة هدك اللي كي يشربو كي عربط إلا أعطيتيه مرة ويشربو عربط اللولة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والعشرة وفي الوقت سيستنس لأنها متوفر لي سيقول يشربو يمشي نعس ممكن تمانع عليه سيبقى يشربو عربطو يغوت ديالما الحاجة اللي كتكون ممنوعة كتكون مرغوبة و أبارمون تملك يكون كما أنه بهاد القادية اللي قلت سيكون بنادم فالشي ولي ويلف على واحد القادية يقدر ميبقاش يصوق لها أصلا هذا شيء اللي بتنقول ليك كتكون مرغوبة كتكون مرغوبة كتكون بالتاويل و كتكون لي صافي ما عندك شاشة غوت دبا هدك علش كيمشي كيمشي كيشرب كيشري شي حاجة اللي هي ماشي منتوج ما غير جيد فبالتالي كيطل عليها سميتو كيخلطو مع هذا وهذا كيولي تيغوات كيحي يحف الدر دير معارت أشنو علش لأنه ما عندوش نهار كيشرب خصو ييدير الفوضة ولكن إلا وفرته لي وكان قدام عيني غادي يدير الفوضة 1-3-4-5-6-7-10 المرة تبقي غير السنس به ما عندوش نقى يغوة والدار صافي يلفص الكالمي علوغ نعطاول هادو كل القورة المداشر المدن الصغيرة الأحياء الشعبية يقول لي متوفر هاد الشراب اللي بغاه يلقاه باش ما يبقاش عندنا هاد المشاكل ديال اه لا خسني يجيبوه من هنا القراب مشي عندو في سميتو الاخر كيعطيك أي منتوج مش كيف مكان وكاتولي ماشي غير السحاد يا البنادن كاتولي تعد الخبار ميتا تخرج كاتولي شوية كاتولي فضايحة أصلا فضايحة شرب بماحية بومشي ماحية لأن المحية ربما قارضت في المغرب ما كيناش ولا كيناة غا تكون كتباع في بلايس معيانة بأتمينة معيانة ولكن هادك شي اللي كي يشربو أذكرى الالكول جيل سبطارات تخلطوهم ما عارت مع شنا وذك شي تيعطيوه ليهم واضحة بشكل لا نكتبوه على رأسنا لا نكونوا تنهد لأن دائماً هذا النفاق وذلك يخرج من مراء غير المشاكين وهذا ما كان بالنسبة لي في هذه المواضيع في الشراب كما عاما كان في حالة المواضيع وكان نظن بأن خصنا كونتنا واحد الجرأة ونحن أدبطوهم ما كان الناس يديروا واحدة فبالتالي قنا ندك الشغل على حقه وطريقه خلي ما يريدون إيقافة وما يريدون إيقافة ونحن أدبطوه وأنه ستسافد نعم يا مدخل الفليسات مدرائب خزينتين عامرة نصف كل شيء رائع يهديهم فالحل الزمان سهل إلا يحتاج لأسفل لأسفل الجرأة وإلا تصالح ومعدات لكي لا تتعطيوه لا تتبوه في ذلك النفا لا تتشاف لكي لا تتحصل في فاند كونت فاند كونت سيأتي خبار في حالها تعتبر في ضيحها بلان لم يجلنا خبار حالها تخرج في فضل المشاركة الأن بعد ما سلوك لها شي احد لا بزفقت لا أستطيع لا أستطيع شي لا يمكن أن ين loro إستطيع إن لم يتقوم بحيث شرب هذا الفضل لا يمكن مؤذر بحفظة بالدول المشاركة نعم أحسن الأخير الذي تتدفل في هذه الآخر إن كنت يتدفل في هذه السمال ذوال الوالد والتصحبي والسؤال الصحبي وجواب المراد المتوكل من رجل الزابية وشي كي يشرق شي كي يغرب فانت كونت حنا ما نضر لف تكنيك لف رقراجي مزيان لا ما نعرفوش حنا لديك شي ما دياناش وراكي للعاقد كل اثنين أبرامو على أشنيو الساة تفرجوا فيها ركي نطيعت شي كامل من ديك نحي اللي مهمة في وراء احنا خلينا مع الصحفيين احنا خلينا مع الصحفيين وندوش نوقع فيها صحفي وكندا آخر سؤال بالمناسبة بدك ندوه قل رقراجي باللي مور قطر مبقاش لجي تي جاوبوا مورد متوكل اللي هو صحفي في الاصل اللي هو صحفي رياضي في الاصل يعني عارفت شي فقال ليه هذا وش رأيي او لا سؤال تك صحفيين سكينتا وصراحي بطريقة الجواب ديان وكتحس بي بحل ترزماز اه بحل ديك اللودي يزبلش ويقول ليه رأي ممكن اعطيهش رأي ديانا خليه رأي ديك خليه عندك هاد الجواب كان الناس اللي شافوا انا متوكل قل اللي احتيارم على ذاك الصحفي كان الناس خليين اللي قالك بان لندواء اصلا ماشي بلاسة ديانة تعتفيها رأيي ومتعفقين معلش نو دار موراد متوكل وقال لك بانه هاد المرة الى كان انسان غيجي من دواء ما كان جايوش لندواء ندوات الصحفيات ديانة باش نعطاه لأراء ديانة وكنك نعطاه السؤال انا متبايتش اه صراحة شفت غير اذا كش ديال اللي دارت عش نيوز بالفيديو وعندي رأي شخصي يقدر بعض الزملاء الصحفيين يكونوا معه وكلاً يكونوا ضده طبعاً بغض نظر على نوعية الصحفة اللي بعد مرات كاللقاوها في بعض الزفين ما واللي كينين بعد مرات أسئلة كيقولوا أسئلة اللي أنت كصحفي كتحشم بها إذا تقول نري واو زعمة كتقول لشد الشي زعمة شوما صفكو الدنب ما شي غير على هادك اللي كيعتبر نفسه زعمة صحفي وكيخرج لبولد الأسئلة الدنب على دوك الناس اللي عارضين عليه انتو ما إلا كنتو عارضين بغض نظر أنا معرفش هذا المنبر اللي كينتامي إلي هاد الصحفي شنو هو ولكن انت مدام حاضر عندك هاد السيد وهذاك المنبر في الندوة الصحفية ديالك سيكونت كتعترف به داخل من حقوق يقول لرأيه يعطي سؤال يدخل في نقاش داك حقوق أنا نعتبر شخصيا بأن أي سؤال ما كينش سؤال غبي أي سؤال يل صحفي مشروع كينش سؤال غبي ولا سؤال كين سؤال شي غبي كينش أسئلة كتستفز فيك واحد سميته ولكن دائما تقدر تجبد منه شي حاجة ربما الطريقة الأسلوب تختلف هاد السيد اللي هو في الأصل كان صحفي رياضي متوكيل ما كانش خصو يتكلم مع مع الصحفي بهاد بهاد الأسلوب الطريقة سؤوله واش رأيه وده هادك رأيه أو تعليق مثلا يقدر يكون يحملوا في طياته سؤالا هادك رفيه سؤال من 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 كون بغيشي ده ما طلق عليش خريجة أنا أرى السؤال إذا أنت أش غد تخسري إلي جوب تير ليش غد دخل معارسة عليك ولا مش يتعليق ولا نقاش ولا حيش مالي يسولوا ولي درق رقي يقالوا شنو قال ويقول إلي بوخ تلك آآ آآ صاصي هادي هادي شوية خيبة هادك السؤال أو هادك التعليق ولا يعتبره هو كيف ما اعتبره يجاوبوا عليه إلا كنت عنده التقف النفس وانا كان أعتبره أن الإنسان يلا دير ند وصح فيك يكون عنده استعداد أنه يناقش جميع المواضيع ويجيب على جميع الأسئلة وعلى التعليقات وعلى أي حاجة ولكن انت عندك تقف نفسك وضابط أمارك وعندك ما تقول بالعكس حلوك الأسئلة كنت تجاوب عليهم كنت تجاوب عليهم بوحد تقيقة معينة وكنت تجاوب عليهم بوحد هذا بالمنطق وهذا لأن هادك السؤال أو هادك التعليق اللي قال هاد سيد رأتي يقولوا أغلبية المغاربة تيقولوا تيقول لك هو هادك شي دي القاطر ماشي هو هادشي ديال دابة وكيف أشدر في قاطر وليوم ما كنشوفوش حنا غنبقى ويالقاطر قطر شك وشي كيقوله كينا في الفيسبوك كتلقاه في القهاوي وشي تيقول لك فين هو المنتخب ديال قاطر فين هو الرقراج ديال قاطر وشي حنا غنبقى وقالسين كنقوله قاطر حنا درنا في قطر ستا في قطر ستا في قطر ستا لات كن نحويش خورين جايين كينا كات أفريقيا هذا سؤال أو تعليق أو يعتبره كيف ما بغي يعتبره مهم جدا ويتساءله أغلبية المغاربة فكان خاصو يجاوب عليه لماذا مستوى هاد المنتخب ومستوى كنت كناخب وطني تبدل ما بقيناش كنشوفه هادك الشي دك اللعب ودك الانسجام وهدك التحدي وهدك سميته اللي كان في كأس قاطر فإلا كنتي انت ضابط أمورك واعر وهذا جاوبه حيث مين غتجاوبه غتجاوب أطخا فيغلوي مجموعة ديالناس اللي كترحة التساؤل حيث كانت كنت هو مستل غير وانتر بارانتاز زماز دك شلي كيقولوه الناس كيجيبو لك باش تجاوب اليه وإلا ما ديرش ندوه حان الوقت أننا نعطي قيمة للصحفيين والناس اللي كيجيوا في الندوات ونجاوبهم على أسئلتهم ونكونوا لابقين ومحترمين معهم ومنقوش نتعاملوا معهم بذلك الشكل وكانت تراهير من فوق الجبل وفيه قلة الأداب صح وثمان فهذا القدية مهم ما ديروا اللي بغير تأبره هيا بغير تأبر شي حاجة الناس ضروري ستصابر صحفية أمت أنت غدين لندوعة ما في هذا السواء لدي لك السؤال كان إن كانت سوء باش ليس باش إزالي وحيد يهادر عليك ههدي أول حاجة فمتنزير السياه قد يهلك مزيانة وصير سوء هادي أول حاجة ثاني حاجة بالنسبة للمتوكل حاجة بدأت خرجوا بكثير من الناس يتبعون بأنه لا راح كدرية فهنا هذه القضية كانت تحمل مقنية في المغرب كانت تشكي واحد الفعل ذي الوحيد الشخص يقول لا ورا هو درية فرا هذي انا ما سوقيش واش درية فولا مش درية ما كانش خاصه يدير انا احنا كان هضروا على ذلك الفعل اللي دار ما خاصه شي التال فعلا ما خاصك تقلل من القيمة ذي الانسان كيفما بغي يكون وانت ذي الساعة كان بإمكانك انك تتعامل مع الموقف بطريقة افضل واحد ذلك الكلمة اللي قلت ديل ان الصحفي كان خاصه يوجد ويدير اللي كان هو جاوب وكان غيبان ذاك الصحفي مسكين ولي صغير وانت غتبان كبير تماما وفي نفس الوقت شفنا دواد ديل ولي دار قراجي شعر مواحد تجي صحفي تقول انا ما عندي السؤال انا بغيت نقول السي وليد بتبارك الله عليك وكيعجبهم انا ما تقولوش لي واخصكون عندك بحل البوصة بحل عضة فبالتالي حكموا بنفس البالانس باش ما يبقاش اللي شكركم تخليوه يدوز ورأي ديالو مقبول واللي قال لكم شي حاجة ماياش تقمعوه بذيك الطريقة فكنضن بأنه هاتي لك شبا يقول لنا في الموضوع استوفينا هات الصمانة ما بقى عندنا شي حاجة أسبوع المقبل ما عشو يجلبو الفاف كين هو الفاف وسبوع المقبل صافي ودك سعندويو على موضوعات خراح وثاني مش نشطة صح شكرا لكم مشاهدينا للمشاهدي الحلقة او متنسوش بأنكم تخليو من اللي كومنتار ديالكم اللي عندنا وقرأوا فلاتفان ديال كل حلقة كيف مدننا اليوم تلقاوت سيمانة الجاية بحلقة جديدة ومبروكة هوا شاركو بيس